موسيقى اهلا ومرحبا بك صديق المشاهد في لقاء جديد وصفحة جديدة من قصة الكنيسة قصة الكنيسة برنامج اسبوعي نتناول فيه على التوالي تاريخ الكنيسة الاولى حسب ما ورد في سفر الاعمال وهي قصة ملهمة ومشجعة وسبب بركة منذ القرن الاول المسيحي والى اليوم هذه الحلقة وصلنا الى صفحة مهمة جدا جدا في هذا التاريخ المقدس بداية من سفر الاعمال والاصاح التاسع ودعني ابدأ بموضوع هذا الاصاح واصحات كثيرة تالية بالعنوان ميلاد رسول الامم ميلاد رسول الامم لقبوه بالعديد من الالقاب وكل لقب له دلالة خاصة انه الرسول بولوس رسول المسيحية رسول الجهاد رسول الغرلة رسول الامم اما على المستوى الشخصي فقد كان قبل ايمانه المسيحي اليهود الغيور الفريسي ابن الفريسي المتقدم على اطرابه من بني جنسه متهد الكنيسة وبعد ايمانه اصبح بولوس المصلي والكارز والراعي والمعلم ومؤسس الكنائس ومدرب الخدام والمحامي عن الايمان والكاتب لنصف كتب العهد الجديد بقدم لنا سفر العمال والاصح التاسع صفحة وشهادة ميلاد وبداية اعظم رسول المسيح بل اعتبره بعض النقاد مؤسس المسيحية بعد هذا الميلاد الروحي لشاول الترسوسي تغيرت امور كثيرة جدا فلم تعد الكنيسة كما كانت بل والعالم كله تغير بدخول هذا البطل العظيم الى حضيرة الايمان المسيحي قصد البشير لؤى ان يشير باجاز الى حياته قبل هذا الميلاد المبارك حياة الرسول بولوس مرحلة الاولى نقدر نسميه متاهد الكنيسة وفي سفر الاعمال اصح سبعة والآية الاخيرة من هذا الاصح آية تمانية وخمسين واخرجوه خارج المدينة ورجموه الكلام هنا عن استفانوس والشهود خلعوا سيابهم عند رجلي شاب يقال له شاول وبعدين يبدأ اصح تمانية والآية الاولى تكملة لهذا المشهد وهو بيقول عن شاول ايضا وكان شاول راضيا بقدله وحدث في ذلك اليوم اضطهاد عظيم على الكنيسة التي في قرشاليم فتشتت الجميع في كور اليهودية والسامرة مع ذا الرسول وبعدين نبدأ الصح تسعة والآية الاولى والثانية بيواصل هذا المضطهد الخطير للكنيسة اما شاول فكان لم يذل ينفس تهددا وقتلا على تلميذ الرب فتقدم الى رئيس الكهنة وطلب منه رسائل الى دمشق الى الجماعات حتى اذا وجد اناسا من الطريق رجالا او نساء يسوقهم موساقين الى اورشاليم اذا هنا اول صفحة نقراها في كتاب حياة الرسول بولوس كان عمره في ذلك الوقت ربما تلاتين سنة او اكتر شاهد عيان لقتل استفانوس وراضيا بقتله كما قرأنا وفي الحقيقة لم يكن فقط راضيا لكن كان شريك في قرار رجم استفانوس وده اللي قاله هو بعد كده في اصح 26 من سفر الاعمال واي عشرة رياح الاضطهات هبت على الكنيسة صحيح قبل استفانوس لكن هو اول من وجه اتهاما صريحا للاباء لما قال في اصح 7 وآية 52 ايو الانبياء لم يضطهدوا اباؤكم وقد قتلوا الذين سبقوا فانباؤوا بمجيء البار مش بس كده اتهام الواضح لمعاصرية مش بس للاباء ده اللي عمله استفانوس لما قالوهم الذين انتم الان صرتم مسلميه وقاتليه مش بس كده هاجمهم استفانوس في اهم مقدساتهم وهو النموس يقول كده في اية 51 اصح 7 من سفر الاعمال يا قسات الرقاب وغير المختونين بالقلوب والاذان انتم دائما تقاومون الروح القدس كما كان اباؤكم كذلك انتم لغاية كده لم يحتمل اعضاء المجمع وبالطبع معاهم شاول حتى حنقوا بقلوبهم وصروا باسنانهم على استفانوس وكان قرارهم قتلوا رجما بالحجارة هذا العمل في الغالب في البداية اراح نفس هذا الشاب بشاول وزادت الغيرة والبغضة في قلبه وتجاه المسيحيين وفي حماسه كان قراره انه لا يكتفي بتعقبهم في قوله شليم لكن سيذهب وراءهم في اي مكان وهو شهد بعد كده في اصح 26 من سفر الاعمال شهد عن هذا الامر وهو بيقول في اية 11 وفي كل المجامع كنت اعاقبهم مرارا كثيرا واضطرهم الى التجديف واذ افرط حنقي عليهم كنت اطردهم الى المدن التي في الخارج اذا هو كفريس يغار جدا على النموس والختام والهيكل وسائر اركان عباته اليهودية وهذه الجماعة الجديدة بتنادي وتعلم ضد هذه المقدسات فهدف حياته اذا هدف حيات شاول الان هو محو اسم يسوع واتباعه من الارض شان كده كان بيطردهم الى المدن التي في الخارج فكانت الوجهة التالية بعد ذلك هي دمشق اكيد الاضطهاد دفع اعداد كبيرة من المؤمنين للخروج من اورشالين اما الذين تشتتوا من جراء الضيق الذي حصل بسبب استفانوس فاكتازوا الى فينيقية وقبرص وانطاكيا وهم لا يكلمون احد بالكلمة الا اليهود فقط الصح 11 وآية 19 من سفر الاعمال في طريقه الى دمشق كان يحمل رسائل توصية من رئيس الكهنة تسهيلا لمهمته وعلشان يحصل على الدعم المطلوب من اصدقاء رئيس الكهنة سياسيين كانوا ام دينيين كل رغبته ان هو يفعل بالمسيحيين ما يشاء ويبدو انه كان يعلم ان عدد المسيحيين في دمشق عدد كبير وكلهم في الغالب من خلفية يهودية وتظهر قصوة شاول في اضطهاد المسيحيين يقول رجالا او نساء يسوقهم موساقين الى ورشاليم لم يشفق على احد ينتمي لهذا الطريق كان بيخطط انه يأتي بهؤلاء مقيدين لكي يحاكموا في او الشاليم باعتبرهم ادباع هرتقة جديدة لشخص اسم يسوع يدعي انه المسيح قناعة شاول كانت ان رؤساء الكهنة والكتبة وسائر المجمع اليهودي حكموا على يسوع بالموت صلبا وتم الحكم وضع يسوع على الخشب على الصليب وبالتالي صار ملعونا كانت قناعته ان كل من ينادون اليوم بيسوع ربا ومسيحا هم ضد النموس ويجدفون على الله ويستحقون الموت مثل يسوع طبعا كان في الغالب شايف نهاية هؤلاء كما رأى نهاية استفانوس هذا هو شاول الترصوسي متخد الكنيسة لكن تعالي نتابع مع بعض في اصح تسعة اللي بسميها لحظة الميلاد لحظة ميلاد هذا الرسول العظيم من آية تلاتة لآية تسعة كتب لنا البشير لوق عن هذه اللحظة قال كده وفي ذهابه حدث انه اقترب الى دمشق فبغتة ابرق حوله نور من السماء فسقط على الارض وسمع صوتا قائلا شاول شاول لماذا تطهدني فقال من انت يا سيد فقال الرب انا يسوع الذي انت تطهده صعب عليك ان ترفص مناخس فقال وهو مرتعد ومتحير يا رب ماذا تريد ان افعل فقال له الرب قم وادخل المدينة فيقال لك ماذا ينبغي ان تفعل واما الرجال المسافرون معه فوقفوا صامتين يسمعون الصوت ولا ينظرون احدا فنهض شاول عن الارض وكان وهو مفتوح العينين لا يبصر احدا فاقتدوه بيده وادخلوه الى دمشق وكان ثلاثة ايام لا يبصر فلم يأكل ولم يشرب هنا الحقيقة صديق المشاهد لحظة فارقة جدا ليس فقط في حياة شاول بل في تاريخ اليهودية والمسيحية على السوا وبسبب اهمية هذا الحدث ذكر في سفر الاعمال ثلاث مرات هنا في اصاح تسعة بقلم البشير لوقة والمرة التانية والمرة التالتة بفهم الرسول بولس نفسه في اعمال اتنين وعشرين واعمال ستة وعشرين واشار اليه مرات اخرى في رسائله بطريقة متفرقة البعض بيعتبر هذا اليوم هو اهم ايام الكنيسة الاولى بعد يوم الخمسين فمنذ ذلك اليوم وبدأ الرب يكتب تاريخا جديدا للامم على مقربة من دمشق وفي منتصف النهار ابرق حول شاول نور من السماء اقوى من لمعان الشمس لم يكن هذا النور الا تعبير عن ظهور يسوع المسيح شخصيا لشاول وده الكلام اللي قاله بعد كده في نفس الاصحح وآية 17 لما حنانيا اتقابل مع شاول قال له هذا الكلام قد ارسلني الرب يسوع الذي ظهر لك في الطريق ربما ذكر النور بيفكره بكتابة الشريعة ويوم ظهر الله لموسى في العليق المتوقضة بالنار وظهور الله كذلك للشعب في البرية في عمود النار وفي خيمة الاجتماع والهيكل كل هذه المواضع كان فيه نور كل ده تعبير عن حضور الله هو كشخص يهودي يدرك هذه الحقيقة ان النور بهذا الشكل اقوى من لمعان الشمس يعني ان الله موجود الله حاضر الان في اللحظة دي ادرك شاول على الاقل انه هو في محضر الله ويبدو من شدة النور انه هو ساقط على الارض وسمع الصوت بيناديه باسمه شاول شاول لماذا تتطهدني يبدو انه لم يفهم فسأل من انت يا سيد خلونا نفتكر انه مازال محاصر بهذا النور العجيب تأتيه الاجابة المفاجئة انا يسوع الذي انت تتطهده يمكن توقع انه يسمع اسم يهوى او الوهيم او ادناي او اي من الالقاب الالهية اللي هو عرفها لكن ارجو ننتبه لضقة الكلمات فالصوت هو صوت يسوع حتى لم يقل انا المسيح لان شاول لا يمكن ان يتطهد المسيح يعني المسيح هو ينتظر بشغف مع سائر الاطقية من اسرائيل لكن مشكلته مع يسوع المضل وهنا يربط شاول بين النور والحضور الالهي واسم يسوع اذا القناعة اللي بدأت معا دلوقتي يسوع لم يكن مضلا ده هو المسيح اللي كنا منتظرينه هو مخلص اسرائيل هو الله الذي اراه الان في هذا النور الشديد والذي ظهر في الجسد واللي غطته سحابة في هذا الوقت غالبا من الرعدة والحيرة والخوف الرعدة بسبب خطيطه الفضيعة وهو يضطهد يسوع واتباعه والحيرة بسبب اكتشافه ان يسوع هو المسيح في الحال سقطت عنه كبرياء وتخلى عن فريسيته وقال بالتضاع يا رب ماذا تريد ان افعل سؤال جميل جدا يعبر عن اتضاع حقيقي وعن بداية انكسار شاول الفريسي ابن الفريسي الى انسان يقترب جدا من محضر الله الحقيقي لينال بركة خلونا فاكرين شاول كان قريب جدا من دمشق ورايح علشان يدخل دمشق بتوصية من رئيس الكهنة لكن الان تغير الامر تماما لم تعت هذه الرسائل اللي بين ايديه لها اي قيمة فالرب امره قم وادخل المدينة فيقال لك ماذا ينبغي ان تفعل سيدخل دمشق بامر من الرب مش من رئيس الكهنة كان اتيا في البداية ليقبض على اتباع الطريق لكن الان قبض عليه المسيح بنعمته ومحبته وامر بدخول المدينة وفيما بعد كتب بولوس في فليب تلاتة ادركني ايضا المسيح يسوع بمعنى قبض علي شكرا لله من اجل هذه اللحظة الخطيرة هذه اللحظة الفارقة كان بيرافق شاول الحياة مجموعة من الرجال فالمهم اللي كان رايح لها كبيرة وتحتاج حتما لمساعدين دول يقول لنا الكتاب في اعمال ستة عشرين انهم سقطوا على الارض من شدة النور وبعدين وقفوا علشان يتابعوا المشهد الغريب يسمعوا الصوت لكن لا يميزونه يلاحظوا ان شاول بيتكلم مع شخص اخر لكنهم لا يرون هذا الشخص كانوا شهود عيان على هذه اللحظة الخطيرة وام شاول وهو مصب عما وقتي استمر ثلاثة ايام وبالتأكيد اخبر رفقاء بما حدث هيكمل الطريق الى دمشق وكان على رفقاء ان يقتادوه الى دمشق لكن هذه المرة زي ما اشرت منذ قليل من رئيس الكهنة الحقيقي يسوع المسيح ابن الله في هذه اللحظة اختبر شاول الولادة الجديدة ظهرت له نعمة الله المخلصة وغسل الميلاد الثاني وتجديد الروح القدس والتبرير والمصالحة كل هذه المصطلحات اللي استفات فيها بعد كده اللي كلها بتعبر عن اختبار الشخصي نعم ولد رسول الامم ولد رسول الامم خلينا نكمل هذا الحديث صديق المشاهد في الاسبوع القادم بمشيئة الرب اللي فيها هنبتدي نشوف التحديات والامتيازات اللي رافقت هذا الميلاد وأرجو أن يكون اختبار بولس هذا اختبار ميلادي ملهم لكثيرين ويشجعك يا من لم تختبر هذا الميلاد أن تأتي وتختبره في المسيح والرب معكم ترجمة نانسي قنقر